اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهارتا هنتكلم عن المالاريا والحلقة دي للاطباء فقط وما تنساش في البداية وانت لسه صاحي معايا كده دوس لايك وانت معايا صحيح ان المالاريا مش منتشرة في مصر لكنها منتشرة في دول كتير جدا زي دول جنوب القرى الافريقية زي الهند زي دول الشرق وجنوب اسيا زي وسط القرى الامريكية وغيرها والمالاريا بتصيب ملايين كل سنة وفي منها وفيات تقريبا نصف مليون وفاة سنويا او اكتر معظمهم من الاطفال كمان الناس اللي بتسافر للدول اللي فيها المالاريا معرضة للاصابة فلازم نعرف كل حاجة عن المالاريا المالاريا مرض طفيلي يعني بتسببه طفيليات اسمها بلازموديوم بروتزوة في منها انواع كتير جدا لكن اللي بيصيب الانسان بس هم خمس انواع اخترهم البلازموديوم فالسيبرام دي الخطيرة اللي بتسبب نسبة وفيات عالية واللي بتسبب مضاعفات بشكل كبير بعد كده فيه البلازموديوم أوفالي بلازموديوم فيفاكس بلازموديوم مالاري واخيرا البلازموديوم نولسي والطفيليات دي بتتنقل للانسان عن طريق البعوض في بعوض معين اسمه أنفلس موسكيتو الاناس منها هو اللي بيلدغ الانسان وبينقله المرض اما الزكور محترمة بتروح تتغزى على الرحيق الازهار بس اما الاناس هي اللي بتتغزى على دم الانسان وممكن تنقله المالاريا متعبين الاناس في كل حاجة فبعد الموسكيتو دي أو البعوضة دي ما تلدغ الانسان الطفيل بيدخل لجدم الانسان ويروح بسرعة للكبد ويفضل جوه الكبد وينمو وينضج جوه الكبد بعد فترة من الحضانة من حوالي اسبوع لشهر بيكون نضج هذا الطفيل داخل الكبد ويبدأ يخرج لمجرى الدم عشان يصيب كرات الدم الحمرة ويسبب ان هي تنفجر ويطلع منه سموم وتبدأ تظهر الاعراض على الانسان في الفترة دي يعني فترة الحضانة في معظم الانواع بتكون من حوالي اسبوع الى شهر والانسان في فترة الاعراض ممكن يعدي شخص اخر عن طريق البعوض في نفس المناطق برضو العدوى ممكن تتنقل من الام المصابة الحامل للجنين بتاعها بس ده مش كتير كمان العدوى دي ممكن تتنقل من شخص الشخص تاني عن طريق نقل الدم بس ده نادر جدا جدا الغالب والاشهر هو انسى البعوض اللي هي الانوفولاس موسكيتو كتير من الناس البالغين اللي عايشين في الدول اللي منتشر فيها المالاريا بيبقى عندهم مناع ضد المالاريا من قطر التعرض للعدوى من قطر العلاجات جسمهم بيكون مناعة الى حد ما ضد المالاريا فممكن لو جالوا العدوى ما يحتاجش اي علاج خالص وجسمه يغضي على المالاريا واحيانا يكون حامل للمالاريا لفترة طويلة جدا جدا بدون اي اعراض لكن الشخص ده لو ترك البلد دي وسافر لبلد ما فيهاش مالاريا بيفقد المناعة دي بعد فترة من الزمن زي ما قلنا النوع اللي هو البلازموديوم فالسيبرم هو الاخطر بنسبة وفيات عالية لكن علاجه ممتاز وسريع في اغلب الاحيان اما البلازموديوم فيفاكس والبلازموديوم اوفال اقل خطرا لكن ممكن تستمر في كبد الانسان سنوات طويلة طيب تقول ليه لما علاجها سهل وممتاز ليه منتشرة بالشكل ده او ليه الوفيات عالية بالشكل ده الوفيات عالية نظرا لفكر الدول دي نظرا للحروب نقص الامكانيات ونقص العلاج هو ده السبب الرئيسي في نسب الوفيات المرتفعة في ملحوظة مهمة وغريبة شوية ان هم لقوا ان بعض الناس اللي عندها امراض معينة زي مثلا اناميا الفول او الجزيز اكسبي دي ديفشينسي او التلاساميا اللي بيقولوا عليها انميا البحر الابيض المتوسط او السيكلسي الانميا اللي بيقولوا عليها الانميا المنجلية لقوا ان عندهم حماية من الملاريا حماية بشكل كبير من الملاريا ليه تحديدا مش عارفين لكن لقوا انه عندهم حماية احب اقول ان تاريخ السفر مهم جدا لو انت بتفحص عيان والشاكك في ملاريا او عموما في اي مرض لازم تاريخ السفر مهم تسأله هل سافر لمنطقة منتشر فيها الملاريا حتى لو اكتر من شهر حتى لو من سنة حتى لو اكتر من سنة الشخص ممكن يصاب باكتر من نوع في نفس الوقت من انواع الملاريا السيدة الحامل لو اصيبت بالمالاريا فده خطر كبير عليها بتكون كل الانواع خطر في الوقت ده مش بس البلازموديوم فالسيبرام لا كل الانواع بيبقى خطر عليها وعلى ابنها وعشان كده لازم نخلي بالنا منها كويس وانت تعالي كويس اعراض الاصابة بالمالاريا ممكن صداع ده اهم عراض ممكن ارتفاع درجة حرارة الان في العضلات والعظام والمفاصل ممكن تعرق شديد ممكن رعشة دي برضو مشهورة ممكن قيء غسيان اسهال ارهاق وتعب عام بالجسد ممكن يراقان او صفرة عينيه تبقى مسفرة وممكن الحاجات دي تجيله على نوبات يعني الشخص يبدأ يترعش وبعدين درجة حرارته تعلى وبعدين يعرق وبعدين يبقى كويس بعد يوم او اتنين يتكرر عليه نفس الموضوع تاني وفي الحالات الشديدة بقى زي حالات البلازموديوم فالسيبرام زي ما قلنا اللي ممكن يحصل فيها مضاعفات ممكن يحصل انخفاض للسكر ممكن يحصل تشنجات او توهان او غيبوبة ممكن يحصل اعراض تنفسية جديدة يبقى نهجان ومش قادر ياخد نفس وقلام في الصدر وممكن تحصل الوفاء لقدر الله بالنسبة للمضاعفات المضاعفات بتحصل اكتر مع بلازموديوم فالسيبرام المضاعفات دي عبارة عن ايه في حاجة اسمها سيريبرامالاريا يعني اصابة المخ بالمالاريا دي ودي ممكن تعمل تشنجات توهان غيبوبة وفاة كمان من المضاعفات اللي ممكن تحصل الهايبو جليساميا انخفاض السكر كمان سيجرز التشنجات التشنجات بسبب يقيم انخفاض السكر يقيم السيريبرامالاريا كمان ممكن يحصل سيفير اناميا اناميا جديدة بسبب الهموليسيز ممكن بسبب نخيع العظم مش شغال ممكن اسباب كتير كمان ممكن يحصل حاجة اسمها هموجلوبونوريا ان الهموجلوبين ينزل في البول فبيخلي لونه غامق عشان كده كانوا زمان بيقولوا عليها حم البول الاسود ممكن يحصل اكيوت كيدني انجري او فشل حد في وظيف الكلا ممكن بلموناري اديمة او ارتشاح رئوي ودي اكتر في الحوامل ونسب وفياتها عالية ممكن يحصل بليدنج نزف من اي مكان عشان الكواجيولوباثي وممكن يحصل لاكتك اسيدوزيز موسيقى ايه هي الفحوصات اللي هتشخص بيها حالة مالاريا او تعرف بيها حالة المالاريا في طريقتين اتنين مهمين اول طريقة الاوسع انتشارا والمطبقة في كل مكان هي البلط فيلم او البريفرا بلاديسمير تاخد العينة وتفردها على فيلم وتشوفها بالميكروسكوب بس طبعا لازم اللي يشوفها يكون مدرب وعارف يشوف ازاي المالاريا دي او البروتوزيوة دي تحت الميكروسكوب بنعمل حاجة اسمها ثيك فيلم وثين فيلم الثيك فيلم ده احسن انك تشوف المالاريا عموما او تشوف البروتوزيوة عموما في البداية هو افضل في الرؤية لكن عشان تحدد النوع بتحتاج بعد كده تعمل الثين فيلم بتظهر تحت الميكروسكوب بالاشكال دي لو عملت البريفرا بلاديسمير دي وطلعت سلبي يبقى لازم نعيدها مرتين كمان بفاصل اتناشر او اربعة وعشرين ساعة بين كل مرة عشان طبعا نتأكد اما الطريقة التانية اسمها رابط دياجنوستيك تيست شريط كده بقى يتعامل بالشكة حاجة سريعة كده زي تحليل السكر في موجود منه دلوقتي حاجة اسمها بي ناكس ناو ده بيتعامل عن طريق انه بياخد عينة من الدم سواء بالسرينجة او بالشكة وبيتحط يقعد ربع ساعة يطلع لك شرائط كده زي اختبار الحمل مثلا ففيه تلات مناطق للشرايط بيظهر الاولاني بيقولك ان التحليل نفسه سليم او الشريط نفسه سليم التاني بيقولك ان دي التالت بيقول ان دي باقي الانواع زي فيه طريقة تالتة اللي هي دي كويسة جدا ومفيدة جدا ودقيقة لكن للاسف غالية ومش متوفرة في معظم الدول دي عشان كده بنعتمد على الطريقتين الاولى والتانية والاولى اكتر حاجة بنعتمد عليها بعد كده بتعمل تحاليل عادية بقى عشان تعرف حالة العيان بتعمل صور الدم كاملة مثلا ممكن تلاقي الهوموجلوبين قليل عشان الانيميا ممكن تلاقي الصفايح الدموية البلاتلت قليلة اما الويت بلاد سيلز كرات الدم البيضة غالبا ما تبقاش عالية لو لقيتها عالية لازم تفكر في حاجات تانية مع الملاريا تفكر يكون في عدوة تانية غير الملاريا لو عملت وظيف الكبد ممكن تلاقيها عالية وظيف الكلا طبعا ممكن تلاقيها عالية تحليل بول هتلاقيه غامق وهتلاقي الهوموجلوبين في البول استقيس الجلوكوز في الدم ممكن تلاقيه قليل نعمل تحليل جي سيكس بي دي ليفل لازم نعرف الانزيم ده قليل ولا لا عشان في كتير من الادوية بتاعة الملاريا ممكن تعمل تكسير في كرات الدم الحمرة للشخص اللي عنده جي سيكس بي دي ديفشانسي لو العيان عنده اعراض تنفسية تعمله شست اكس ري لو عنده مشكلة في المخ فممكن تعمله سي تي برين عشان تشوف يعني في سيريبرال اديمة او بليدنج او اي حاجة تانية ولا لا واخيرا ممكن تعمل للعيان ده لامبر بانكشر لو هو جاي لك بقى اعراض عصبية وانت خايف يكون عنده بكتيريا المنينجايتس تعمله لامبر بانكشر او بازل السائل الشوكي او النخاع الشوكي العلاج في اربع مجموعات رئيسية في علاج الملاريا في المجموعة الاشهر اللي من زمان بنستخدمها اللي هي كونولين ريليتد كومباونتس زي طبعا الكولوروكين الاشهر اللي كنا عارفينه وزي البرايم كوين في مجموعة كمان اسمها انتيفوليتس زي مثلا بروجانيل وزي بايريمثامين في مجموعة جديدة وكويسة جدا اللي هي والمجموعة الرابعة اللي هي انتيماكروبيال زي وزي ازاي بقى العلاج ركز معايا هو طبعا علاج اي حالة لو كان الحالته مش كويسة كريتكال يعني اي بي سي البريسنج سيركوليشن تركيب له وهكذا السابورت الاول الحاجات اللي هي تلحق حياته الاول بعد كده هنتكلم عن العلاج الخاص بالمرض احنا قلنا اخطر نوع من انواع المالاريا هو بلازموديوم فالسيبرام فهنبدأ به لو العيان عرفت ان عنده بلازموديوم فالسيبرام او بلازموديوم نولسي بلازموديوم نولسي بنعالجها زي الفالسيبرام بالزبط تعالج ازاي لو العيان جالك كومبليكاتد ولا يعني العيان جالك كويس ولا في الحالة سيفير السيفير يعني عيان في كومة عيان عنده بالمونوري اديما عيان عنده رينا الفالير يعني العيان مش كويس بنقول عليه لكن ارتفاع دركة حضارة ركوحة حاجات بسيطة فبنسميه فلو العيان جالك هيتقسم على حسب هو في اي منطقة في مناطق فيها مقاومة ضد الكولوروكين معرفش استخدم فيها الكولوروكين عشان فيه مقاومة كبيرة ليها وفيه مناطق تانية مفهاش مقاومة للكولوروكين ممكن استخدم فيها مجموعة الكولوروكين المناطق اللي مفهاش مقاومة زي مثلا هايتي زي مثلا جمهورية الدومينيكان زي مثلا مناطق في جنوب شرق اسيا وزي مثلا مناطق الشرق الاوسط واماكن في وسط الكارة الامريكية ففي المناطق دي اقدر استخدم الكولوروكين الحالة طبعا انكمبليكيتد فينفع ياخد اورل عن طريق الفم ففي الحالة دي بديله كلوروكين او هيدروكسي كلوروكين بالجرعات اللي موجودة دي لا دا العيان دا موجود في مناطق او راجع من مناطق فيها ريزيستنس لكلوروكين في الحالة دي بستخدم دواء جديد اسمه كورتم اللي هو عبارة عن ارتيميثين ليوميفانترين دا من المجموعات الجديدة وكويس جدا وبنستخدمه في حالات اللي فيها ريزيستنس لكلوروكين طيب لو الحالة جايلك اصلا كومبليكيتد الحالة سيفير ومش هينفع ياخد بالفم ولازم نديله اي في فبرضو لو كان في المناطق اللي ما فيهاش مكومة للكلوروكين بياخد كونين اي في لمدة يوم واحد على الاقل لحد ما يبدأ ياخد العلاج عن طريق الفم وياخد الكورسي بتاعه كامل لو مش قادر بكمل اي في طيب لو هو في المناطق اللي فيها مكومة للكلوروكين في الحالة دي بياخد ارتسونيت اي في برضو بندهوله يوم على الاقل لحد ما يبدأ الحالة تتحسن ويبدأ يقدر ياخد عن طريق الفم عشان يكمل الكورسي بتاعه كامل بتاع الانتي مالاريا يعني في البلازموديوم فالسيبرام بنشوفه هو من اي منطقة المنطقة كانت مقاومة للكلوروكين يبقى مادوش كلوروكين المنطقة تسمح او مفاهاش مقاومة للكلوروكين بديله كلوروكين ازا كانت حالته مستقرة بياخد عن طريق الفم ازا كانت حالته غير مستقرة بياخد اي في في البداية طيب لو كان الشخص عنده بلازموديوم اوفالي او فيفاكس في الحالة دي بنديله كلوروكين بس لازم ندي معاه برايم مكوين عشان نقضي على الطور اللي موجود في الكبد واللي ممكن يستمر لسنوات طويلة اللي هو بنسميه هبنوزايتس فبيبقى كلوروكين مع برايم مكوين وفي اختيار تاني افضل دلوقتي برضو ممكن اديه اللي هو دايهايدروم ارتيميزنين مع البرايم مكوين لو كان الشخص مصاب بالبلازموديوم مالاري في الحالة دي بنديله كلوروكين فقط في 2018 التافنوكوين ابروف عشان يمنع الريلابس في حالات البلازموديوم فيفاكس كمان التافنوكوين ده ممكن استخدمه كوقاية لو شخص هيسافر منطقة فيها مالاريا ممكن ياخده كوقاية عشان ما يجلوش مالاريا لو سيدة حامل وعندها مالاريا فمعظم الادوية المذكورة في الفيديو ينفع تاخدها عادي كمان احنا قلنا المالاريا خطر جدا جدا في مرحلة الحمل فلازم الادوية دي تتاخد ونعالجها يعني ريسك بينفت ريشيو لما نوزن نلاقي ان الادوية لازم الست دي تاخدها ولازم نعالج المالاريا كمان الحالات الشديدة او السيفير لازم طبعا تتحجز في المستشفى ونعمل لها بلاط فيلم يوميا عشان نشوف استجابتها للعلاج بالنسبة للقاح فالابحاث شغالة دلوقتي عشان ينتجوا لقاح ضد المالاريا وبالفعل في 2019 تم التصريح بلقاح اسمه موسكريكس عشان استخدمه بشكل اوسع وعشان يتم دراسته بشكل اكبر والحد دلوقتي هو بيدي نتايج كويسة جدا لو هتسافر دولة منتشر فيها المالاريا يبقى لازم تاخد بالك ابعد عن البرك والمستنقعات المائية خصوصا في فترة الليل فترة الغروب وفترة الفجر البس دايما حاجات بكم طويل ما تلبسش كط ونص كم والحاجات دي الاماكن المكشوفة من جسمك استخدم طارد موضعي للبعود حاجة اسمها دي اي اي تي لو هتنام استخدم نموسية حاجة برضو طاردة للنموس وبيحطوا عليها ساعات بعض المبيدات ما تحطش بيرفيوم او عطور تكون بتجزب الحشرات او البعود ممكن تاخد ادوية كوقاية ضد المالاريا زي الكلوروكين والبرايم كوين وغيرها وهسيب لك اللينك تحت تعرف فيه الادوية دي وجرعاتها تاخدها امتى قبل السفر وامتى في السفر وامتى بعد ما ترجع وهسيب لك لينكات لباقي المصادر اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بقى واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم